موسيقى تثير أزمة فيروس كورونا تساؤلات حول مستقبل قطاع العقارات والشركات العقارية في ظل تحذيرات من ركود كبير في الطلب على العقارات هذا الطلب يواجه حاليا تراجعا بسبب مخاوف المواطنين وحالة عدم الاستقرار نتيجة إجراءات مواجهة الوباء والشكوك حول موعد حساره لكن على جانب آخر يرى اقتصاديون أنه حتى لو أصاب قطاع العقارات بعض الركود أو التأثر السلبي فإنه سيكون مؤقتا وسرعان ما يتعافى بعد انقشاع الأزمة ويرجع خبراء قدرة قطاع العقارات على الصمود إلى عدد من العوامل منها المحفزات الاقتصادية والمالية التي تقدمها الحكومات لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها العقارات مثل تأجيل الأقصاء والإيقاف المؤقت لكثير من الرسوم والإيجارات الحكومية كما تشير تقارير اقتصادية إلى أن القطاعات العقارية في العالم تتطلب مبادرات من ملاك العقارات من بينها تقديم تسهيلات وتنازلات للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء وبينما يرى خبراء أن العقار هو أفضل مخزن للقيمة وأنه مهما تذبذبت الأسعار يبقى العقار ملاذا آمنا في نهاية المطاف فإن هناك في المقابل من يعتبر أن من المبكر حتى الآن الحكم على قدرة هذا القطاع على الصمود وتجاوز الأزمة وبين هذا وذاك تشير تحليلات إلى أن إصابة القطاع العقاري بأزمة مستعصية قد تعني كارثة اقتصادية تنعكس على القطاعات الأخرى كما حدث في أزمة الرهن العقاري وما تابعها من أزمات اقتصادية طالت دول العالم عام 2008 إذن هل سيصمد القطاع العقاري في العالم أمام أزمة كورونا؟ وهل يتكرر ما أثبتته الأزمات السابقة بأن العقار هو أفضل مغزن للقيمة؟ وهل من سبيل لإنقاذ القطاع وإنقاذ القطاعات المغذية له؟ هذه الأسئلة وغيرها نتناولها في هذه الحلقة مع ضيفنا من القاهرة دكتور عبد النبي عبد المطالب المحلل الاقتصادي دكتور عبد النبي اسمح لنا أن نتناول الموضوع ولا بنظرة عامة على دول العالم ثم نتطرق إلى الدول العربية ومن بينها مصر بطبيعة الحال كيف أثرت الأزمة على قطاع العقارات في العالم ومدى واقعية التحذيرات من أنه يتعرض لخطر كبير؟ اسمح لي في البداية قطاع العقارات على مستوى العالم ليس فئة واحدة إذا كنا نتحدث عن أمريكا فنحن نتحدث عن المستهلك يختلف كثير جدا عن المستهلك الموجود في أوروبا عن المستهلك الموجود في الصين حتى عن المستهلك الموجود في الدول العربية ومصر وبعض الدول التي تعتمد على السياحة لها طبيعة خاصة في أوروبا وفي أمريكا ربما أن الحال متقارب العقار بيمثل مغزن للقيمة وبيمثل استثمار جيد سواء في أوروبا أو في أمريكا وهناك شركات ضخمة وكبيرة بل وهناك عدد كبير جدا من البنوك والمصارف يعمل من أجل التمويل العقاري هذه الفترة فترة التوقف بتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا لهذا القطاع والقطاع المصرفي المتعلق به إذا نظرنا إلى الدول العربية جزء مهم جدا من الدول العربية الدول العربية حتى النفطية جزء موجود من العقارات كجزء استثمار تسكنه العمالة الوافدة في السعودية جميعنا يعلم أن قطاع العقارات والفنادق يعني ليس الفنادق فقط لكن قطاع العقارات والفنادق وجزء كبير جدا من التوسعات في مكة وفي المدينة وفي غيرها من المدن السعودية المرتبطة بمناسك الحج يقوم على زيادة أو توقعات أعداد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى السعودية في مصر جزء مهم جدا نعلمه جميعا أن السياحة كانت عاملا مهما ومغزيا لزيادة الاستثمار في القطاع العقاري لا أريد أن أدخل في تفصيلات وأقول أن مدن كاملة تعتمد في دخلها من العام إلى العام على ما تؤجره من عقارات ربما نعود إلى هذه النقطة في جزء آخر من الحلقة ولكن حينما نتحدث عن قطاع العقارات وإلى حد ما هذا القطاع رد فعله ليس سريعا مثل قطاعات أخرى تتأثر سريعا بالأزمات بل هو استثمار إلى حد ما يمكن القول إنه استثمار طويل الأمد فإلى أي مدن بقي قطاع العقارات صامدا أمام هذه الأزمة في الأشهر الثلاثة التي مضت وإلى أي مدن لا يزال يعد مخزانا جيدا للقيمة إن إذا كنا نتحدث عنه كاستثمار فهو ما زال صامدا لكن إذا كنا نتحدث عنه كتصويق يعني أنت لديك وحدات عقارية بالفعل منتجة وجاهزة لكنها تنتظر التسليم والبيع حتى تتحول من تكلفة إلى عائد أو إلى إيراد هذا الجزء ما زال صامدا حتى الآن لكن به نسبة كبيرة من التخوف وربما أن المستثمر الذي كان يفضل الاستثمار في العقار ليس كمخزانا للقيمة ولكن كاستثمار من أجل الحصول على دخل أو إيراد إضافي قد غادر هذا القطاع نهائيا وذهب إلى الاستثمار في الزهب إذا كنا نتحدث عن العقار بشكل الإنشاءات الجديدة تتحدث عن مدن جديدة تبنى على مستوى العالم فأعتقد أن كورونا قد أثر بشكل كبير وإذا استمرنا كورونا للثلاثة أشهر القادمة فسوف يعاني هذا القطاع من مشاكل جزء كبير جدا من هذا القطاع يقوم على قروض من مصارف وهناك مصارف بالكامل بتقوم على تمويل النشاط العقاري إذا توقف هذا النشاط يعني إذا توقفت المدن التي لم تنتهي ولم يتم بيع وحدتها أو لم يتم التعاقد عليها أو تم الخوف من أن تتحول هذه المدن بتأثير عامل كورونا أو انتشر فيها الفيروس أو هي أحد البؤر المهددة فبالتأكيد كل القطاعات المرتبطة بها سوف تعاني مشاكل وإذا انهار جزء من القطاع المصرفي المرتبط بالعقار فنحن سوف نعيد إنتاج أزمة العقار 2008 لكن على شكل لا يتخيله أحد أعتقد أنه سوف يكون انهيار كامل وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل أزمة الرهن العقاري في عام 2008 ليست منا ببعيد فما الذي يحول دون تكرار هذه الأزمة ما المدى الزمني الذي يمكن أن يبقى فيها القطاع العقارات صامدا دون الانهيار مثل ما حدث في عام 2008 في عام 2008 ربما يختلف عن الآن أنه كان فيه جزء من الفساد يعني كان هناك تضخيم كبير جدا لقيمة العقار المرهون للأجل الحصول على أموال وقروض يعني كان هناك مغالاة في قيمة العقارات المرهونة وهذا يتشوبه شبهة فساد الآن الرؤية غير واضحة الرؤية مرتبطة بالفيروس الموجود حاليا يعني شكل تطوره خلال المستقبل يعني الآن نتحدث عن أنه ما زال تحت السيطرة يعني إذا كنا نتحدث عن عدد الوفيات وعدد الإصابات مقارنة بإجمال عدد السكان ما زال تحت السيطرة ولذلك في اعتقادي أن قطاع العقارات سوف يظل مستمرا في صلبته هل تتحدث عن مصر بصفة خاصة؟ لا داما لم يحدث لا لا أتكلم على مستوى العالم يعني أتحدث عن تركيا أتكلم عن تايلند أتكلم عن الدول التي تمثل فيها الثروة العقارية عائدا دوريا وتستخدم في السياح يعني هذا جزء مهم جدا لأن يعني تجديد هذه العقارات وإمدادها بالخدمات من أجل تأجيرها للسياح أو تأجيرها حتى لرجال الأعمال القادمين اللي عمل صفقات في هذه الدول تواقف في أوروبا أو في أمريكا يستلزم أن تدر هذه العقارات إرادات ما أرى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية العائد من هذه العقارات قليل وهنا يعني تتراقم فوائد وتتراقم أقصاد ديول ربما تتدخل للحكومات في هذه الدول من أجل دعم هذا العقار وأنا أعتقد أن ذلك سوف يطيل أمد استمراره وبقائه وصمودي أما إذا سمعنا خلال الفترة القادمة لا قدر الله عن تحورات لكورونا أو أنه ينتقل بأليات أو بوسائل أو بأسليب جديدة غيرها التي نسمعها فأنا أعتقد أن قطاع العقارات لن يصمد إلى أكثر من ستة أشهر لأن المصارف المرتبطة به أو التمويلات المرتبطة به لن تتحمل أن تؤجل الأقصاد أو الفوائد أو دفع عوائد للمستثمرين في هذه العقارات لمدة تزيد عن ستة أشهر ومن هنا سوف يكون هذا القطاع في قطر إن كنت تريد الحديث عن مصر بشكل خاص سنأتي بعد قليل الحديث عن مصر بشكل مفصل لكن أثر فيروس كورونا بشكل كبير على أسعار العقارات في بريطانيا متسببا في تراجع السوق بواقع ستة عشر بالمئة يأتي ذلك بينما قال وكلاء عقارات في المملكة المتحدة إن البلاد ستشهد هذا العام تراجع أعداد البيوت المباعة بواقع نصف مليون منزل مقارنة بالعام الماضي بعد أن كانت أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أعلى معدل ارتفاع لها خلال عامين ونصف بدأت الأسعار في التراجع بشكل واضح بعدما توقف سوق العقارات بشكل مفاجئ بسبب انتشار فيروس كورونا منذ أن فرضت الحكومة البريطانية في الثالث العشرين من مارس الماضي الإغلاق العام في البلاد وصل سوق العقارات إلى حالة من الجمود وعدم اليقين تسبب في تراجع وصل إلى 16% خلال الربع الأول من العام وسط توقعات بأن يصل إلى 20% مع استمرار سياسة الإغلاق تأثرت أسعار العقارات سلبيا بسبب أزمة كورونا الكثير من المستثمرين الذين كانوا يرون في لندن أو في بريطانيا مقرا لأموالهم لشراء العقارات أحجموا عن الشراء الكثير من أصحاب الشركات سواء كان متاجر التجزئة أو أصحاب الشركات الكبرى الآن بدأوا يتخلون عن محالهم وكلاء العقارات في بريطانيا يتوقعون ترجع عدد المنازل المباعة في المملكة المتحدة بحوالي نصف مليون منزل مع استمرار الإغلاق إلى نهاية الشهر المقبل مع تأكيدات على قوة وصلابة سوق العقارات في بريطانيا رغم التباطئ الذي سببه فيروس كورونا مجددا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من القاهرة دكتور عبد النبي عبد المطالب المحلل اقتصادي دكتور عبد النبي ربما كانت بريطانيا تشكل وضعا خاصا وكأن المصائب لا تأتي فرادة مع المملكة المتحدة بعد توابع زلزال الخروج من الاتحاد الأوروبي وما أثر به على قطاع العقارات في المملكة المتحدة جاءتهم أزمة كورونا التقرير يتحدث عن صلابة قطاع العقارات في المملكة المتحدة فكيف تنظر إلى ذلك وممدى قدرة هذا القطاع على الصمود تجاه الأزمة؟ بريطانيا أحد أهم المراكز المالية الموجودة في أوروبا تشهد باستمرار حركات للرواغ وحركات للنشاط الاقتصادي ومن هنا بيمثل فيها قطاع العقارات جزء مهم جدا من الاستثمار وهو في لندن لا يعد استثمارا طويلا للأجل بالمعنى المفهوم للعقارات بل هو استثمار من أجل الاستثمار من أجل تأجيره من أجل استخدامه للشركات العاملة في لندن أو العاملة في أوروبا أو حتى للشركات القادمة عبر المتوسط أو غيره يعني من مختلف أنحاء العالم كورونا بالتأكيد أوقف حركات الطيران أو حركة التبادل التجاري ما بين أغلب الدول قلل بشكل كبير جدا حركة رجال الأعمال ما بين المراكز التجارية العالمية ومن هنا رغم صلابة قطاع العقارات يعني في لندن أو في إنجلترا بشكل نعام لأن يعني تكون نتكلم عن لندن فيجب أن لا ننسى الريف الإنجليزي والعقارات في الريف الإنجليزي مهمة جدا وبتمثل الاستثمارات مهمة فاستمرار كورونا واستمرار توقف الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم وتوقف حركة الطيران بالتأكيد سوف يدر بشكل كبير جدا بقطاع العقارات الموجود في إنجلترا بشكل عام وفي لندن باعتبارها مركز مالي عالمي مهم في أوروبا بشكل قصد لكن نتحدث عن العقارات ليست بغرض التسكن لكن العقارات بغرض الاستخدام والحصول على دخل بشكل مستمر نعم إذا كان الحديث يدور عن توابع كورونا على قطاع العقارات في المملكة المتحدة فإننا لا ننسى أيضا أن خروج شركات أوروبية كبيرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر كذلك فما مدى المدى الزمنية الذي يمكن أن يصمد خلاله قطاع العقارات في المملكة المتحدة دون مزيد من التراجع عن ذلك يعني أنا وكهة نظري يعني أنا دائما أربط النشاط الإقتصادي في كل مكان بمسألة التمويل يعني مدام موجود حركة الرواج الإقتصادي ونشاط الإقتصادي فسوف تتولد دخول وسوف تتولد أرباح من هذه الدخول ومن هذه الأرباح سوف تستطيع هذه الاستثمارات تسديد ما عليها من ديون سواء في سورة فوائد أو في سورة أقصاد أنا أعتقد أن القطاعات المصرفية المرتبطة بتمويل العقارات على مستوى العالم ومنها في إنجلترا يعني لن تتحمل أكثر من ستة أشهر يعني لن يستطيع بنك مهما كانت الظروف أن يتحمل هذه الأزمة أو أن يرحل الفوائد والأقصاد يعني أن تتحلس عن عشرين في المية من قطاع العقارات في تراجع في قطاع العقارات في إنجلترا أنا لا أعتقد أن هناك قطاع مصرفي يستطيع أن يدفع للمدعين أو للمستثمرين لديه فوائد دائلة لمدة ستة أشهر دون أن يحصل على مستحقاتي من الفوائد المدينة والأقصاد ومن هنا الحد الأقصى لصمود قطاع العقارات المرتبط بتمويلات من قطاع المصارف في أي مكان الحد الأقصى له في اعتقادي لن يزيد عن ستة أشهر إذا انهار أحد المصارف بسبب كورونا من المصارف المرتبطة بتمويل العقارات فسوف تحدث أزمة انهيارات مستمرة أو سلسلة انهيارات مستمرة في قطاع العقارات سوف تطول كافة القطاعات سواء في أوروبا أو حتى في أمريك وربما كما تفضلت أن لندن أو إنجلترا لها وضع خاص أن كافة الموستات التي كانت تتخذ من لندن مقرا لها بسبب عضواتها في الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل في الخروج منها ومن هنا عرض العقارات أصبح أكثر والطلب أصبح أقل ويقل أكثر بسبب كورونا ننتقل إلى نقطة أخرى في حديثنا دكتور عبد النبي ومع تفاقم أزمة كورونا باتت جميع أطراف المعادلة العقارية أمام واقع جديد يجب التعامل معه بذكاء في سبيل الصمود أمام هذه الجائحة في دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال سجل سوق الإيجارات حالة من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين وشملت مظاهر هذه المرونة من قبل الملاك منح تخفيضات على القيمة الإيجارية السنوية كما شملت إعفاء المستأجرين من الإيجارات لبعض الأشهر وامتدت كذلك إلى تقديم تسهيلات بتأخير الدفعات الإيجارية أعود إليك مرة أخرى دكتور عبد النبي إلى أي مدى يمكن أن تجدي مثل هذه الإجراءات التي تحدثنا عنها قبل قليل في التخفيف من حدة الأزمة على المستأجرين بصفة خاصة؟ بالتأكيد سوف تساعد بشكل كبير جدا لكن جميعنا يعرف المشكلة الموجودة في دول الخليط جزء جبير جدا من حركة النشاط والرواج الاقتصادي في هذه الدول قائم على العمالة الأجنبية الموجودة في هذه الدول وهي تمثل نسبة غير قليلة يعني ربما أن هناك عمالة وافدة مقيمة في هذه الدول بشكل كامل ولا يوجد لها وطن غير هذه الدول لكن على الجانب الآخر هناك عمالة كبيرة جدا لها مواطنها وقد تقبر على طرق أعمالها أو إقامتها في مثل هذه الدول إذا انتهت مدد الإقامة أو انتهى العمل التي تعمل به أو أفلاسة الشركات التي تعمل به في ظل هذه الظروف لن يتمكن قطاع العقارات الموجود في دول الخليج من الاستمرار إذا غادرت هذه العمالة أو توقفت الشركات العملاقة في دول الخليج يعني جزء كبير جدا من الشركات التي عملها في الخليج هي شركات للنفط إذا توقف النفط تأكد أنه سوف ينهار قطاع العقارات بشكل مباشر جزء كبير أيضا من لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر لكن حركة العقارات أو حركة الإعمار الكبيرة التي شهدها الخليج خلال الخمسين عاما الماضية كانت أساسا من أجل تلبية السكن للوافدين نعم إذا لم يعد هذا الحافز موجودا فكيف سوف تسدد هذه العقارات ما عليها من ديون أو حتى كيف ستلفع هذه العقارات ما عليها من خدمات نعم ومن هنا كما قلت لحضرتك العبرة سوف تكون بمدى استمرار كورونا هل سيبدأ في الانحصار أم أنه سوف يطيل الأمد وسوف يزداد تأثيره على كفة دول العالم إذا كان هذا بالنسبة لوضع القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي فإننا سنتقل بعد قليل إلى الحديث عن مصر لكن قبل الحديث عن مصر أيضا هناك عدد من الدول العربية التي يشكل القطاع العقارات جانبا كبيرا من ناتجها ومن داخلها القومي لبنان على سبيل المثال تونس الأردن المغرب ما مدى قدرة قطاع العقارات في هذه الدول والمرتبط بطبيعة الحال بالسياحة إلى حد كبير على البقاء والصمود أيضا يعني ربما في لبنان المسألة يعني بالفعل قد تكون قاسية وقد تكون المشاكل أكبر يعني في لبنان في تونس أعتقد أن الأزمة سوف تكون كبيرة وسوف يكون التأثير أكثر شدة وأكثر غلزة ربما في المغرب في الجزائر في بعض الدول العربية التي لا يمثل فيها العقار قيمة كبيرة جدا من الإضافة للناتج القومي الإجمالي سوف يكون التأثير أقل لكنه أيضا سوف يكون موجودا توقف حركة الطيران توقف حركة انتقال الأفراد بالتأكيد سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة جدا في قطاع العقارات الموجودة في لبنان وفي تونس في لبنان المأساة أن جزء مهم من المصارف هي مصارف خاصة أي أنها يمكن أن تفلس أو أن الحكومة لا سستطيع أن تمد لها يد العون بالقدر الكافي هي مصارف خاطرة ويعني تبقى لكم المقاطرة حصلت على كم الأرباح يعني كان هناك نسبة من التناسب ما بين حجم المقاطرة وحجم الأرباح الحكومة في لبنان قد لا تستطيع أن تفعل ذلك في تونس أيضا في ظل المناخ الذي نشهده قد لا تكون الحكومة في تونس لديها القدرة أو مطلقة اليد في تقديم الإعانات أو المساعدات أو تأجيل المستحقات بالنسبة للقطاعات المصرفية لكن المصارف في تونس تستطيع أن تساهم في تخفيف هذه الحد إذا كان الوضع كذلك دكتور عبد النبي إذا كان الوضع كذلك فإلى أي مدى يمكن القول أن هذا الوقت هو وقت جيد للشراء لتصايد الفرص كما يقول الاقتصاديون أم أن من يريد أن يشاري عليه أن يتمهل قليلا لتتضح الرؤية أكثر أنت هنا تتحدث عن نوعين من المستهلك من مقتنس الفرص وأنا أعتقد أن هؤلاء هم من سيجنون الأرباح بالفعل لكن بشرط أن تقول لديهم القوى الشرائية وتقول لديهم الفوائد المتاحة لهذا الشراء يعني أنا شخصيا لو كان لدي مدقرات ولا أحتاجها ولا يوجد لدي تخوف من أن تؤدي كورونا إلى ارتفاعات الأسعار فبالتأكيد الاستثمار في العقار في هذه الفترة سوف يكون أفضل الاستثمار بل أن العائد عليه سوف يكون أكثر كثيرا من الزهب ومن هنا شركات ما نسميه بقى بشركات رأس المال يعني كما حضرت صائد الفرص هذه سوف تكون فرص ممتازة وقوية جدا له لكن جزء بقى من سوق العقارات كان يتوقف على العمالة سواء العربية أو غيرها في الخارج والتي كانت تحصل على فوائد كبيرة كانت تستثمارا لكن كانت تحصل على عقارات يعني من كان يسكن في شقة ممكن أن يسكن في فيلا ومن كان يسكن في فيلا ممكن أن يسكن في قصر ومن كان يسكن في مكان لم يعد فقما يذهب إلى مكان فقما هنا يسمح دكتور عبد النبي أن نحدد الأمر في مصر أن أجدنا الحديث عن مصر كثيرا وقد أنا الأول لأن نتحدث عن العقارات في مصر تمام تمام في مصر جزء كبير جدا من العمالة العائدة من الخليج أو من أوروبا ولديها فوائد مالية كبيرة جدا هي لن رغم أن الاستثمار في العقارات يمثل بالنسبة لها فرصة كبيرة خاصة في المدن الجديدة وقرب العاصمة الإدارية وفي التجمعات العمرانية الجديدة التي يتم إنشاءها نتحدث عن المناطق الصيحية في العالمين وفي المنصورة جدا يعني كل النهضة العقارية التي قامت بأمس لكن هؤلاء سوف يكونوا متحوطين إلى ما نسميه بتوفير الإحتاجات الضرورية للحياة يعني جزء كبير جدا من هذه العمالة هو يعمل خارج مصر ولا يوجد له مصدر داخل مصر إلا هذه الأموال سواء بيضعها في البنوك ويحصل منها على عائد أو يستثمرها في بعض الزماء يعني في قطاع العقارات من أجل أن يؤجروا يعني يقدر يشتري يعني أنا أسف للتبسيط بس للشرح أكتر يعني يقدر يشتري عمارة أو بورج في مرسمة الوحو يؤجروا طول الصيف فيحصل به على ما يكفيه طوال العام ولا يحتاج إلى شيء في ظل عدم وجود يقين أن موسم السياحة سواء الداخلية أو الخارجية في مصر سوف يكون بالقادر الذي لا يسمح له بذلك فسوف يغل يده كثيرا على الاستثمار في العقار وسوف يبحث عن استثمار يدر له عائد وضحت الفكرة أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد النبي عبد المطالب المحلل الاقتصادي كنت معنا من السيديوهات الغد بوسط القاهرة انتهت إلى هذا الحد مشاهدين الكرام فقرتنا اليوم في فاتورة الفيروس في الغد إن شاء الله يتجدن اللقاء مع فاتورة جديدة إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة